وصل الجيش الوطني إلى هنا على مشارف دمت وما زال التقدم مستمر نتواجد حالياً أعلى شعب المهجور بقرية خاب أحد ضاحية دمت ولأول مرة تكحلت عيني برؤية مدينة الحبيبة دمت منذ أن تشرت منها قبل ثلاث سنوات عن تحرير المدينة الوشيك يتحدث إلينا المقدم نصر الرزاقي ركن التوجيه المعنوي باللواء الرابع احتياط فندم نصر ماذا عن خطتكم لتحرير مدينة دمت في ظل تمترس ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالمنازل وجعلها من السكان دروعاً بشرية تحرير مدينة دمت بات وشيك وكما ترون مدينة دمت أصبحت قريبة جداً الجيش الوطني واللواء الرابع احتياط يمشي بخطة ثابتة وخطة مرسومة محدثة الأهداف من أجل دخول مدينة دمت من دون أي تضحيات أو خسائر بشرية للمواطنين طيب مسألة التلغيم وتفجير الجسور وتفخيخ المنازل كيف ستواجهونها؟ بالنسبة للميليشيا أعمالها إجرامية في هذه الناحية من ناحية أنها تلغم الجسور تفجر الجسور وتفخخ البيوت لكن هناك فرق هندسية ستتعامل معها باحترافية كاملة وسنستطيع أن ندخل المدينة إن شاء الله وهذا أصبح قريب لا مجال فيه للشك أو للتردد إذن بات تحرير مدينة دمت وشيكاً وأصبح مجرد مسألة وقت نصر المسعدي قناة سهيل الضالع